السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله سنشارك معاكم برايوات بعجين المسمن اللي يجيو مورقين ومقرمشين في نفس الوقت بوحد الحشوة اللي لديدة هاد العجينة هادي سر نجاح ديالها لكتخلي هاد القرماشة هادي كتبقى وخحتك يبردو كتبقى القرماشة حاضرة سهلة في تحضر ديالها مكونات بسيطة متواجدة في كل بيت ولكن نتيجة رائعة فاخليكم معنا باش نتعرفوا ان شاء الله على المكونات والطريقة بسم الله غادي ناخد واحد البول اللي غادي نوضعه فيه كأس ديال الفينو غادي نغرب له غادي نضيف عليه نص معلقة ديال السكر ومع القاة صغيرة ديال الملح ومع القاة صغيرة ديال الخل غادي نضيف عليه جوج كيسان ديال الما العادي ما شي ضروري يكون سخون ما عادي ديال روبيني وغادي نخلطه ضروري نخلطه مزيان المكونات وغادي ناخده البغا ميكسير او لا توضعه في الكأس ديال الخلاط الكهربائي وغادي نخلطه مزيان حتى كي تطلق هاداك الفينو او هاداك الدقيق مزيان ضروري ما تطحنوه حتى كي يولي رطب وكي تطلق وما كيبقى وش فيه هاداك التاك التولات وغادي نضيف الدقيق عندي هنا زلافة ديال الدقيق اللي وضعت فيها واحد الكيس ديال خميرة الحلويات من فئة تمنيا جرام وغادي نجمع الخالط بالتدريج كيف تطلق كيف ما كتلاحظه غادي نضيف الباقي حتى هو كنغرب له باش ما كيبقى وش ذاك الحبيبات إلا كان شي حاجة في الدقيق سوف يتبقى غادي نجمع الخالط او للعجين ديالي بالنسبة للعجين ما يكونش قاصح بزاف وما يكونش رطب بزاف كيف ما كتلاحظو على هادا الخوام هادا غادي نضيفها شوية بني الدية ضروري شوية ديال الدلك انا ما بغتش نضيرها في العجانة باش تشوفوا جميع المراحل تقدرو تديروها انتم اللي أبغيتو في العجانة ديالكم غادي نجمع العجين دابا غادي نشكل منه اربعة ديال الكورات غادي نقسمو على اربعة باش غادي نشكلو ان شاء الله المسمينات ديالنا نحاولو نجيبوا الكورات متساوين في نفس القياس وغادي نخليهم ان شاء الله يرتاحوا لان العجين كل ما ارتاح كل ما كتكون نتيجة ديالو زوينة وغادي نغطيه دابا بالفيلم المنتر وغادي ندر عليه واحد المنيدل ونخليها ترتاح غادي ندوزه دابا باش نوجدو لحوشوة ديالنا غادي ناخد واحد المقلات اللي وضعت فيها شوية الزيت الزيتون وغادي نضيف عليها بصلة مقطع رقيقة عندي هنا فلفلة واحدة خضرة تقدروا تديرو الحمراء او الصفرة اللي بغيتو عندي هنا واحد الجزارة او خيز زوية محكوكة وعندي هنا الشومبينيو نتاوه مقطع وغادي نضيف الشعرية الصينية اللي درت لها الما مغلي وقطعتها وغادي نضيف كداليك شوية ديال الزيتون خضر مقطع شوية ديال الملح حسب الضوق شوية ديال الحار على حسب الماداق شوية ديال البزار صافي وغادي نضحها على النار غادي نخلي هاد المكونات كيتشحروا مع بعضهم غادي نضيف هنا واحد القطعة ديال الحوت البيض درت الكابيو ودرت عليه شوية ديال صلصة السوجة انتم ما تقدروا لما كانش عنكم الحوت هكا تديروا بوطة ديال الطون في الاخير غادي نضيف شوية ديال بزار ضغيا هي طاب كيف ما تلاحظوها غادي نحر لكم زيان مع المكونات ودرت للمعدنوس في الاخير صافي من بعد اما طابت ليا ولها غادي نخلي ها غادي نضيف لها بعضها قبل ما غادي نضيف لها نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزيت نضيف الزيض ثم نضيف الزبدة نضيف الزبدة المساعدة للزبدة والزيت نطلق مزيان كيف لا تقطع موال العجينة نطويها بحالي نطوي المسمن لا ندري دقيق لسميدة للتحاجة نطوي بشكل عادي نضع زبدة المساعدة للزبدة نضع زبدة اوصول عادي نضع زبدة المساعدة للزبدة كيف تما تلاحظون ندخلهم المجمد قليلا مدة 10 دقائق ونبدأ على سطح العامل ونقسمها على شرائط بحل الورقة نقوم بحل الورقة نقوم بحل الورقة سوف نقوم بمشكل نقوم بحل الورقة نحصل على عشرة البرايوات عشرة في المسمنة ومسمنة الثانية عشرها المجموعة يكونوا عشرين مسممنة نشكل البرايوات بالشكل العادي سوف نقطع وكان طوي الجنب وقد ندخل ذاك الحاشية فسط ذاك الطوية نبقى مستمرة حتى نشكلهم كاملين الحبات يأتيوا على هذا الشكل يأتيوا عامرين وزوينين تبارك الله طريقة جد سهلة سوف نجربوهم سوف نعجبوكم وهذه الورقة المسمنة أو العجينة سوف نحتاجها في الكثير من الوصفات سوف ندخل بها سوف نضحهم سوف نضحهم نضحهم في الصفحة الفرن والفرن سوف نستخدم وعشرين سوف نضحهم سوف نضحهم ونضحهم ونضحهم نحاول ان نقصوش داك الجناب باش داك داك التوراق كيطلع او داك الفيوتاج ديال العجينة سوف يكون نرشوهم باش ما بغيتو بزنج للكحل او البابو الخشخاش او بودورشية باش ما بغيتو نتوهم وغادي ندخلوهم ان شاء الله للفرن اللي يكون سخون انا غادي ندرهم في الوسط او هذا هو الشكل من بعد ما وجدو كيف ما كتلاحظو كيجوا مورقين و كيجوا فنين لداد بززاف الحشوة لديدة و داك العجين كيجوا مورق و مقرمش جربوهم ما غاليش تندمو عليهم غادي تعجبكم هاد الطريقة ديال لعجينة هادي و غادي تنفعكم في بزاف ديال الوصفات نتمنى ان شاء الله هاد الفيديوين الاعجاب ديالكم و ما بقى ليه الا نقول لكم شكرا لكم بزاف على حسن المتابعة الى فيديو اخر ان شاء الله و السلام عليكم اشتركوا في القناة